السلام عليكم إن شاء الله نكمل في دورة حفظ ميت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في الدرس ده حديثين الحديثين يروهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حديث رقم 39 واربعين أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواي الإمام مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواي الإمام مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيبين أمر مهم جدا وهي خطورة التعدي على مسلم المسلم له حرمة الحرمة بتاعته دي في دمه وماله وعرضه إن أنا منفعش إن أنا أتعد على واحد مسلم سواء كان ذكر أو أونثى كبير أو صغير مينفعش أن أنا أتعدى على واحد مسلم في دامه أن أنا أقتله أو أن أنا أتعدى عليه تعدي يدميه في ماله أن أنا مينفعش أسرق من واحد أن أنا مينفعش غش واحد أن أنا مينفعش أخوذ رشوة من واحد كل ده إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه التعدي على مال المسلم في عرضه أن أنا مينفعش أتعدى على عرض إنه واحد مينفعش أنه يتعدى على عرض مسلم إنه يزني في امرأة أو إنه يفعل أمر حرام أو الصداقة أو شيء من هذا القبيل كل دا تعدى على عرض مين؟ على عرض المسلم يبقى كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه من فعش الننى أتعدى على المسلم في دمه أو في ماله أو في عرضه هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى الحديث عن أبي غريرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام مسلم الحديث رقم 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه الإمام مسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه الإمام مسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه الإمام مسلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيبين فيه إن ما نقصت صدقة من مال صدقة اللي هي الزكاة أو الصدقة أو اللي أنت بتتصدق بها لله سواء كانت اللي هي الزكاة اللي هي الفريضة أو الصدقة اللي هي التطوع الصدقة دي أنت لما بتطلعها سواء كانت زكاة أو بتطلعها صدقة ما بتنقص من المال بتاعك إنما تأتي البركة من الله تبارك وتعالى فينميها الله سبحانه وتعالى لأن لما تلاقي معنى الزكاة معناها النماء والزيادة إزاي هي نماء وزيادة وهي بتقلل منين وهي بتقلل من العدد الموجود معاك أنت بتطلع خمسة في المية يعني كل مية بتطلع خمسة يبقى خمسة وتسعين طيب إزاي هي نماء وزيادة والعدد بينقص عندي هنا البركة من الله تبارك وتعالى التي تأتي على المال فتنميه وتزيده ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز لو أي واحد فينا عفى عن أي حد أسائل أو كان له حق عنده وعفى عنه ربنا تبارك وتعالى بيزود عز في الدنيا بيزود رفع أو مقام عالي في الدنيا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله الإنسان لو تواضع لله سبحانه وتعالى وكان عبدا لله سبحانه وتعالى خاضعا وخاشعا له مستسلما لأنه مسلم ربنا تبارك وتعالى يرفعه في الدنيا والآخرة يرفعه في الدنيا أن يكون في مرضات الله سبحانه وتعالى وأن يهنأ بالدنيا وأنه يرفعه في الآخرة أن الله تبارك وتعالى يرفعه في درجات الجنات فيبقى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص الصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما توضع أحد لله إلا رفعه الله رواهي الإمام مسلم يبقى احنا النهاردة أخذنا حديثين الحديثين يرويهم سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه حديث رقم 39 واربعين أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام مسلم والحديث رقم أربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص الصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما توضى أحد لله إلا رفعه الله رواه الإمام مسلم أسأل الله الكريم الحليم أن يرزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا جميعنا على حوضه فنسقى من يديه شربة لا نظم بعدها أبدا طبطم يا أهل القرآن ونلتقي دائما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته